طب أنا عندي سؤال بقى بالنسبة لحكاية الطابلة انت درست ازاي تلعب طابلة ولا دا انت؟ لا أنا الطابلة مرت عندي بمرحلتين أساسيتين وأنا صغير لما والدي يجيب لي مدرس مزيكا كان عايز نتعلم عود وأنا خايف أقوله أنا بلعب طابلة يا محرج مش عارف أعمل إيه فمدرس المزيكا رجي اتفقت معه تربوس إحنا مبدئيا كده حفزني أي حاجة عشان لما يجي بابا يرجع من الشغل أسماعه معهم مش هينفع بس إحنا الحصة نفسها هنلعب طابلة مع بعض كده كده بي مش عاد معي نفع بيش مش كده بس يبقى معنا حاجة يعني نطلع له بيها في الآخر عشان لما يسأل وصلت الفين فقعدت فترة كبيرة بتعلم منه طابلة بيسيك ستعت الطابلة الأساسية وده فترة يعني ربعة بتدقل حد عدادي بعد كده دخلت جامعة أمريكية الجامعة مشهورة عندنا بالاكتيفيتي ساوي فروحت سألت في الكالشور الأوفيسي شباب أنا بلعب طابلة لقيتهم بيقولي طابلة يعني أنا عارف إنها حاجة يعني شعبية شوية بس بلعب طابلة أبدا إحنا بندور على حد بلعب طابلة مش نعيين تعالى روحت كان الله المسيب الخير للدكتور التوبجي بس قال لي الله ينور إنت معي بقى الأربعة إنت في سنة كم قلت له أنا في أولى قال لي إنت معي الرابعة كده بتاعي عادنا طبعا اتعلمت بقى منه كتير بقى أصول الطابلة إزاي إمتى تقول وإمتى تخف كلام عشان تبقاش زحمة إنت بتلعب مع باند كبير بقى معاك رقب مع آلات النقر كتير يعني بيركوشنز آلات كبيرة إزاي ما تخشش على حد على صلوب تحد إمتى لما المطر بيقول نلعب بيانيسمو خفيف إمتى لما نلعب في المرضات فتعلمت التكنيك منه فدول مرحلتين كانوا بالنسبة لي قوام رئيسي للنزيد أنا غدت بالي في كده يعني أنت كنت هادي جدا في اللعب علشان صوت ريهام يبقى باين وبيلمع ما تبقاش الطابلة هي اللي وكلة الصوت اللي حوالينا يعني ما تاخدش الجو ده حقيقي المزيكة إحساس أنا رأيي هو مش خبته خلاص يعني المزيكة تعرف إمتى تخش حتى تبقى دخلتك حلوة حتى لما تقول بباور أكتر هتلاقي الناس إيه ده بتاع الطابلة آل حاجة صح تسمع الجيتاريس لما بيلعب سولو كلنا لازم نخف عشان يباين السولو بتاعه حلو المزيكة زي الأكل فن الصحيح